ومع تفقم الجانب السياسي في العراق تنعكس تأثيراته على بقية زوايا المشهد إذا تتوقع قراءتنا أن العام 2022 سيواجه صعوبة بتمرين الموازنة الخاصة به لا سيما مع انحدام الرؤية الواضحة لشكل المرحلة السياسية المقبلة التقرير التالي يفصل تأثيرات والتداعيات هذه الأزمة تداعيات مختلفة الأبعاد والتأثيرات ألقتها الخلافات السياسية على مجمل أوضاع البلاد وزوايا المشهد العراقي وواحدة من تلك التأثيرات سحبت بشكل تسلسلي صوب الملف الاقتصادي التخمن بعض قراءات الأزمة الحالية أن يحظى العام 2021 بسيناريو مشابه لما حدث في العام 2014 لكن من زاوية اقتصادية التشير المعطيات المتوافرة على الأرض إلى أن العام 2022 سيواجه صعوبات في تمرير الموازنة في ظل تفاقم أزمة نتائج الانتخابات التي تنعكس بشكل كبير على مجريات عقادة جلسة الأولى للبرلمان الجديد وتشكيل الحكومة المقبلة ولعل الأزمة الاقتصادية الحالية المتوقعة تبرز للواجهة بسيناريو صعوبة ولادة حكومة عراقية كاملة الصلاحيات قبل نهاية العام الحالي مما يعني أن مسألة إقرار موازنة عام 2022 لن تكون متاحة في ظل استمرار تذبد بقيمة الدينار العراقي أمام العملة الأمريكية ومن الواضح أن الأزمة وتداعياتها بدأت بالظهور على أصحاب المحال التجارية في الأسواق العراقية من خلال حالة الركود التي اشتاحتها وعملية انجماد السيولة المالية وعدم حركتها في السوق ودائما ما تطال المنظومة الاقتصادية التي تدير عجلة الاقتصاد في العراق الانتقادات المتكررة بسبب عدم الاستثمار الأمثلي للثروات العراقية لا سيما في الاعتماد على النفط كمورد ريعي للاقتصاد العراقي وإهمال بقية الموارد الأخرى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر